بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سورة النصر هي آخر سورة تنزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكان في 63 من عمره واسمه محمد يبدأ بحرف الميم العجيب أن سورة النصر هي السورة الوحيدة في القرآن التي ورد بها حرف الميم مرة واحدة لكم الأعداد لتخصوا سورة النصر فسورة النصر رقمها 110 عدد آياتها 3 عدد كلماتها 19 وعدد حروفها 79 حرفا إذا قمنا بجمع هذه الأعداد نحصل العدد 211 و211 عدد أولي وترتيبه ضمن الأعداد الأولية 47 و47 هو رقم سورة محمد صلى الله عليه وسلم رقم سورة النصر 110 ورقم سورة محمد 47 و110 ناقص 47 يساوي 63 و63 هو عمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حين تنزلت عليه سورة النصر فما دو يخفي حرف الميم الوحيد في هذه السورة أيضا إذا قمنا بعدي الحروف من نهاية السورة نهاية سورة النصر فكما نلاحظ فحرف الميم يأتي في الرطب الرابع وعشرين من آخر سورة النصر العجيب أيضا أن الترتيب الهجائي لحرف الميم هو أربع وعشرين سبحان الله الآجب بعد حرف الميم إلى آخر سورة النصر نجد ثلاثة وعشرين حرفا وثلاثة وعشرون هو أيضا عدد سنوات نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم وصورة النصر استعملت عشرين حرفا من الحروف الهجائية ولم تستعمل ثمانية حروف وهي الحروف التالية فمع الترتيب الهجائية فالحرف الثاء ترتيبه أربعة الزاي إحدى عشر الشين ثلاثة عشر الضاد خمسة عشر الطاء ستة عشر الضاء سبعة عشر العين ثمانية عشر والقاف واحد وعشرون إذا قمنا بجميع هذه الترتيب نحصل لعدد مئة وخمسة عشر ومئة وخمسة عشر يساوي خمسة في ثلاثة وعشرون والقرآن تزل على محمد صلى الله عليه وسلم في ثلاثة وعشرين سنة وعدد أركان الإسلام خمسة أركان والله سبحانه واحد أحد وفي صورة النصر خمسة حروف لم يردوا سوى مرة واحدة وإليكم الحروف فكما نرى فلدينا حرف الخاء ترتيب الهجاء السبعة الزال تسعة الصاد أربعة عشر الغين تسعة عشر والميم أربعة وعشرون ومجموعة هذه الترتيب يعطينا ثلاثة وسبعين ولكن إلى ماذا يشير العدد ثلاثة وسبعين تأملوا حروف اسم الجلالة الله فلدينا الألف ترتيب الهجاء واحد اللام ثلاثة وعشرين اللام ثلاثة وعشرين والهاء ستة وعشرين إذا قمنا بجمع هذه الترتيب نحصل لعدد ثلاثة وسبعين وثلاثة وسبعون إذا هو مجموعة ترتيب حروف اسم الله وأيضا هو مجموعة ترتيب الحروف التي لم ترد سوى مرة واحدة في سورة النصر وكأنها تشهد بوحدنة الله سبحانه وتعالى سبحان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته